اه اه انا قلت رأيي والدكتور عبدالرزق الرأيي دكتور عبدالرزق الرأيي ثلاثة أرأي مختلفة هي يا شيخ خالد هتعمل ايه فهل انت ملزم يا شيخ خالد تاخد بالأرأي دية ولا ممكن تطلع برأي جديد وتمشينا وراك اه ممكن اخد رأي جديد حتى لو احنا الثلاثة اتفقنا على رأي واحد طبعا طبعا الشورى غير ملزمة الشورى ناصحة مبينة كاشفة موضحة مفهمة الشورى دي اسمها شورى جاية من كلمة ايه شورى شورى دي يعني قطف العسل صحيح اللفظ ده معناه الفعل ده معناه واحد خاد العسل اللي كان متوجود في الكهوف ده بتاع خلاق اه فشورى الشيء يعني اخذ العسل وبالتالي الشورى هي يقطف اشهى والطف ما في الانسان وهو تفكيره وعلمه كأن كلمة شورى هي قطف العسل من عقول الاخرين ها دي كلمة شورى يعني يسمع مننا كلنا اه وبعدين بقى يزبط احسن جملة هنا مع احسن حاجة هنا ويزبطها ويطع برأي رقم اتنين هل الحق واحد ام يتعداد يتعدد طبعا طلب الحق يتعدد يبقى لابد من اتخاذ القرار باختيار احد اوجه الحق يعني ما نجيش نغضب احنا منك ونقولك بقى يا شيخ خالد مال كنت بتسمع لنا لي قعدنا احنا التلاتة نعصر ونقول وآيات وقعديث وانك بس هو الرأي ده وتقوم سايبه ورايح واخد رأي تاني اه طبعا لان المصلحة التي يراها صاحب القرار مع رغم وجود الشورى ورغم قد لا تكون قد بانت لهم يعني صاحب القرار اللي هتخذ القرار ربما تكون عنده معلومات مش عندنا احنا صحيح ده في صلح الحديبية اوضح مثال كل الصحابة كانوا متجهين الى لا كلهم معترضين كلهم مش موافقين والنبي واحده صلى الله عليه وسلم شايف اتجاه اخر في حادثة الردة ابو بكر قرر حروب الردة كل الصحابة ضد ابو بكر حتى عمر وكيف تقاتل اناسا يقولون لا ابو بكر اصر على رؤيته واستجاب الصحابة شوف الجمال طب النبي كنت اقولك بس ده النبي بيوحى اليه فما تجبتيني مثال ابو بكر صديق وهذا هو عمر ابن الخطاب كل الصحابة يرون وقوع التلاق سلاسا باقينا بينونا كبرى ان يقع السلاسة وتحرم المرأة اذا طلقت في مجلس العق سلاسة تلقات عمر ابن الخطاب كانوا يرونها تلقى واحدة عمر ابن الخطابة لا يقول لامراته انت طالق 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 ثلاث مرات في مجلس العق عمر ابن الخطابة اذا في التاريخ الاسلامي واتضح نمازك طيبات مباركات الى انفراد صحب القرار باتخاذ القرار رغم الشورى لعلة ارتقاها او لمصلحة يراها او لامر لا يطلع ولا يستطيع ان يطلع عليه غيرها يعني ممكن يتخذ قرار وما يقدرش يقول لي مبررات هذا القرار امام الرأي العالم اه ده ده كلام ده اسلامية اه اما بقى في تنظيمات الدول الحديثة احنا عرفنا فيه حاجة اسمها قاف دال وبه دال قبل الدولة وبعد الدولة بعد الدولة دلوقتي اصبحت هناك فيما يسمى بالبرلمان او بالمجلس الشعب اللي يقول عليه او المجلس فالبرلمان ده وظيفته بقى ايه البرلمان هو اصبح يمثل الشعب في الزام اه اه صحب القرار او الحكومة باتخاذ قرار معين في امر ما لا يستطع دستوريا حسب فق الدولة الذي نظمت المجتمعات من خلاله وعلى اساسه ان يخالفه فيه يعني انا عاوز بس اوضح الفارق ما بين ما يسمى بما قبل الدولة وما بعد الدولة امر الشورى ده وات حيفدنا في ايه داخل الاسرة الاب يجمع اولاده ويستشرهم في امر ابن الامور اه اولاده كل واحد منهم يذهب الى رأي معين في المسألة هما لا يعرفوا تقتل مادية ايه وفي تفاصيل هما ما يعرفهاش ايوه هما يقولوا اولى رأي وبعدين ربما يتخذ رأي اخر المستشار ينظر الى انه صاحب مصنع ممكن يجمع مجلس الادارة في قرار معين او في رأي معين وصاحب المصنع له رؤية معينة طموح معين استشراف معين دايما بنقول يا فضلت الشيخ خالد انه الكلام من تحت غير الكلام من فوق لما تبقى رئيس غلما تبقى مرؤوس لما تبقى عضو في هيئة غلما تبقى على المنصة لانه انت على المنصة عندك معلومات عندك داتة كتيرة فانت متشعب وشايف كل الزوايا لكن انا كمستشار اشير عليك من الزوايتي انا بس انا عارفها دكتور عبدالشاف انا بشبهها بايه نعم بزبطة المراية السائق العربية السائق السيارة اللساء العربية لو استهوى كل الناس وريح الناس هيلبس في حياتها اللساء العربية بيزمت المرايات على رؤيته هو بس لان نسياته لماسك دريكسيون لو عدم كل واحد فينا باقي يشده ملياقة يقولوا خد مالك يمين خد مالك شمال اللساء العربية